أعرب عدد من زوار الوادي الجديد عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفال بيوم السياحة العالمي وذلك خلال زيارتهم للمحافظة حيث يمتلك الوادي الجديد مقومات سياحية فريدة ومتنوعة نحن عملين برنامج هايل على مستوى محافظة الوادي الجديد عندنا خطة طموحة أن نستضيف مليون سايح في خلال 23-24 بحيث أنه يبقى بكورة السياحة العلاجية البيئية المطلوبة دلوقتي على مستوى العالم كله أهم محافظة للسياحة من ناحية المناطق الأسارية والسياحية عندنا أماكن طبعا تتميز بالمياه الكبرتية زي بير ثلاثة جناح وفيه أبار برضو تانية عندنا الدفن بالرمال عندنا كهوف الملح وطبعا تتميز بالمعالم السياحية الكثيرة نحن ندعو الناس أن هما يجوا الوادي الجديد أرض الوادي الجديد أرض مقصد قوي جدا لنا وأكبر محافظة في مصر وكلنا مقصرين معها كلنا لو عرفنا الوادي الجديد بما تشمله من مقاصد السياحية فيها سياحة الصحرة، سياحة تاريخية، سياحة الوحات، سياحة الأبار، السياحة الفلاحية دي مقصد جديد علينا في مصر لو أضفناه وكلنا محتاجين إزاي نتعايش مع أرض وإزاي نتعايش مع الطبيعة شكرا